موسيقى الله معكم من هي السيدة العذراء في الكنيسة؟ من هي في الكتاب المقدس؟ من هي هذه الفتاة الناصرية الجليلية التي نالت نعمة من لدن الله وحظيت بشرف الأمومة للسيد المسيح له المجد؟ لماذا نكرمها عظيم الإكرام؟ ولماذا يضطهد البعض اسمها؟ سنتعرف على والدة الإله من خلال سلسلة حلقات مع الأب المتخصص في الكتاب المقدس بيتر مدروس الذي حضر خصيصاً من الأراضي المقدسة ليكشف لنا الحقائق من الكتاب المقدس أهلا وسهلا فيك أبونا لنا يك الله يحفظ تحيي للمشاهدين كمانا؟ في الحلقة الأولى وهي حلقات سريعة الله راد رح تكون لحتى تكون عم توفي الغرض مع المشاهد رح نتناول موضوع قيمة أمنا مريم العذراء في الكتاب المقدس فبداية يريد تعرفنا قبل العهد الجديد نذكر عدة مرات أنه رح يكون فيه عذراء رح تولد المخلص خبرنا بأي مراحل نعم شكراً أخ جورج ليتمجد اسم سيدنا السعو المسيح إلى الأبد آمين أهليني لماذا تحكي أياتها البتول القديسة أعطيني قوة على أعدائك في العهد الأديم قبل العهد الأديم لدينا بسفر التكوين فصل ثلاثة آية خمسة عشر ربنا بيقول لا الحية الجهنمية وهي الشر أساس الشر الدافع إلى الشر المتهم يعني الشيطان إبليس سأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها وهو يسحق رأسك إذن المرأة التي ستلد المخلص القاهر الذي سيسحق رأس الحية الجهنمية يعني يسحق رأس الخطيئة والموت ما هي إلا سيدتنا مريم العزراء نعم فهذا هو النصر هذا شيء حدده كمان أباء الكنيسة أنا رح يكون نعم بها الحلقات كلها عم بيستشهد بكتابك سيدتنا مريم العزراء في الكتاب المقدس أن حضرتك عامل أبحاث ولديك العديد من المؤلفات بتشرح فيها حقائق إيمانية نعم ودفاع اللهوتي نعم من الكتاب المقدس أصلاً وإذن القسم الثاني من سؤال حضرتك إنه لماذا يضطهدها البعض منها السلام لماذا يتجاهلها بعض القوم لماذا يقلل قوم حشو كلا من قدرها لماذا يستهين قوم لأنهم من نسل الحية ده عضب من نسل الحية لأنه بقول في عداوة العداوة أي عداوة نحو المرأة المرأة التي نسلها يعني ابنها يسحق رأس الحية وهذا ما نجده أيضاً في سفر رؤية نعم إذن من التكوين للرؤية سيدتنا مريم العزراء تغلف الكتاب المقدس كله كما ضمت سيدنا يسعى المسيح السيدة العزراء تضم الكتاب المقدس كله وهو كما يقول القديس أفرام لا تناقض بين ولا تنافر بين الكتاب المقدس والعذراء أو العذراء والكتاب المقدس لأنه هناك ناس بقول لك أنا تابع الكتاب المقدس ما أني بحاجة للعذراء نعم أساساً شو بقول لك الكتاب المقدس هاي ده الكتاب الصغير بجاوب مش الكتاب يعني نعم الكتاب نفسه بجاوب ولكن لأنه بكمل مار أفرام بيقول أو مار أفريم زيب قوله في اللبناني بيقول لا تنافر بين السيدة العذراء والكتاب المقدس ففي حين أننا نجد في الكتاب المقدس كلمة الله المكتوبة نجد في العذراء كلمة الله المتجسدة نعم أشعية كمان ذكر عن العذراء أشعية سبعة أربعة وبالأيتين بيحطوا التعريف يعني المرأة العذراء يعني عم بيحددوا لشخص معين نعم إذن بالامتياز باركسلونس وفينا نقول كمانا الوضع النهائي ما قال عذراء تحبل العذراء يعني وضعها النهائي هو أيضا عذراء هنا في العبري علم أشعية سبعة أربعة عشر علماء علماء يعني غلامة فتاة نعم ولكن في الترجمة أو في النقل السبعيني اللي هو اليهودي يوناني نحو سنة مئتين وخمسين قبل الميلاد فارثينوس العذراء نعم وعشان هيك مش حلو أنه لما بعض الترجمات حتى الكاتوليكية يمكن عن حسنية أو عن سهو الترجم بلوقة واحد ستوى عشرين وتابع إلى فتاة نعم إلى عذراء فارثينوس هون بيقول في آية بتقول لما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة غلاطي أربعة أربعة مولودا تحت الشريعة بغلاطي أربعة أربعة صح لنحظة بالتبني طيب هون شوي بتخليك تفكر هيدا الآية إنه هون مع العذراء مربولوس قال امرأة امرأة مش ديمخنا احنا الشرقي اللي منما يقول هادي بنت وهادي كانت بنت لما جوازت وصارت مرأة نعم أو لقاها مرأة يعني يعني غير بتون هادي بعقليتنا الشرقية وتعبيرنا بفلسطين معقول هو عم بيذكر أنه يعني مرأة يعني جنس النساء جنس النساء إذن هذا تلميح إلى المرأة التي ستصحق رأس الحي وعشانيك لما يستوعب يامرأة يعني أياتها السيدة يعني من جنس النساء النساء عفوا حتى الكلمة الآرامية أوضح بكتير أنتت أنتت يعني أياتها الأنثى بس طبعا بحترام بتشوف معي عندي فكرة تانية كمان عم يقصد أبولوس إذا ممكن توافقني أو تصلح لي ممكن بده يأكد لنا أنه هالمولود المخلص منه من زرع بشري يعني مش من رجل لأنه عادة عند اليهود أو بالعقلية الشرقية منقول هيدا الصبي ابن فلان رجل ابن ذكر ما منذكر من أمه منذكر من بيه بس هون هو عم بقول مولود من امرأة معنية عم بيحدد يعني بالنسل الأرضي منه جاي من زرع بشري نعم هيدا صحيح من جهة ومن جهة تانية بده يقولنا أنه هيدا إنسان حقيقي وليس شبه إنسان نعم وما كان عنده شبه جسد ولا شبه ولد ولا شبه حبل به ولا شبه مات ولا شبه قام من بين الأموات قصة البدعة التشبيهية والغنوصية نعم بيسأل البعض لحتى يشككوا بأمنا مريم العدرة بيقول يعني شو ربنا عايز مريم العدرة بالتحديد بيقدر أي بنت يدعوها وكانت تقبل ليش أنتو عم بتعتو هالأهمية لمريم العدرة يعني نحن كلنا ما بنختار أمنا الوحيد اللي اختار أمه هو الرب يسوع المسيح كيف بدك يختارها يعني بدك يختارها أنا دائما بقولها حلوة ولا بش عزكية ولا هبلة غبية دم خفيف ولا دم تقيل حكيمة أو ثمرة يعني الملك قالها مباركة أنت في النساء عفوا قالها الرب معك في العهد الجديد ملاقي مباركة أنت في النساء قبل ما يقول قبل ما تقول الإصابات مباركة ثمرة بطنك اللي هو تباركة وتعالى اللي بيتجسد في العذرة تقول مباركة أنت في النساء خيال رب مش إحنا اللي اخترناها ربنا اللي اختارها وطالما ربنا اللي اختارها معناته ربنا بيعرف مين يختار طب اختارها وعطاها الحرية ترفض أو تقول نعم صح؟ طبعا طب فيما لو قالت خافت وقالت لا دخيلك مش أنا معناه ربنا بيختار غيرها بس لما لما هيك غيرها يا بدا تكون زيها بصفاتها يا أحسن منها فشو رأيك يعني ربنا بيختار الأحسن ولا النسكم والسكر قليل ربنا بيختار الأفضل لتجسده التجسد السيدي بتقول حضرتك جعل يسوع ابنا لمريم وجعلنا أبناء الله بالتبني عن طريق الروح بقوة الآب بفضل المسيح وعن طريق السيدة العذراء التي من غيرها لا تجسد ولا مجال للتبني ولا الفداء هون عم تجزم حضرتك من غيرها ما كان فيه تجسد ولا كان فيه فداء لأنه هيدا اللي صار زي ما تقول إنه هيدا اللي صار في الواقع هيدا اللي كان متنبأ عنه نعم في أشعية في تكوين في أشعية في ميخة نعم إذن النبوات هيدا تمت في العذراء ولكن تمت في العذراء بقبول منها بإرادة بعدين بشجاعة عظيمة منها بدون مؤاخذ الناس ما عادوا يفكروا خصوصاً اللي حطوا في مخهم إنه يزيلوا العذراء نعم شو يعني بالنسبة لفتاة مخطوبة في القرن الأول الميلادي إنها تكون حامل تطلع حامل من غير خطيبها نعم خطر فسخ الخطوبة يعني طلاق وخطر الرجم طبعا إذن يجب عدم الاستهانة أبداً بشجاعة بطولة سيدة العذراء كانت مستعدة تقدم حياتها للمسيح الجنين بهذه الظروف نعم مش إحنا مش بالسويد إحنا في القرن الأول الميلادي بين اليهود نعم بما إنه عم نحكي عن قيمة مريم العذراء والقيمة اللي عطاها إيها الرب الإله بتعرف تتذكر إنه كانوا يحكوا بالعهد القديم عن مسكن الله بالخيمة وبعدين قال لهم بدي إسكن بينكم وسكن أول شي بأحشاء مريم و أمنا مريم عطتنا إيه؟ عطتنا للبشرية ليسكن فينا يصير ملكوت السموات فينا نحنا فإذن حضرتك بتفسر الكلمة مظبوط بتسميها شكيناه بالعبرية شخيناه نعم شخيناه بالعبرية يعني المسكن المسكن نعم إذا كانت مسكن الرب نعم يعني اتحد دمه بدمه مش ممكن يعطيها من ألوهيته أبداً لأنه هي إنسانة وقالت لنا قالت لنا الإصابات من أين لي أن تأتي أمه ربي إليه هي طبعاً أم الطبيعة الإنسانية اللي في المسيح المتجسد لأنه الطبيعة الإلهية منة بحاجة لأم بس بعد إذنك بدي أرجع على موضوع إنه إحنا نلنا التبني بدم يسوع ببنوة يسوع لابن الوحيد ولكن أيضاً حسب غلاطة أربعة أربعة بيقول أرسل الله ابنه ما قالش أرسل الله ابنه فضائياً هوائياً مولوداً من إمرأة وطوالي بقول لكي حسب الشريعة ليش حسب الشريعة عن طريق مار يوسف لأنه لو لا ما فيش مار يوسف بقدرش يسوع يولد كطفل شرعي إذن لنحظة بالتبني أول تبني مش لازم ننسى هو تبني مار يوسف ليسوع الطفل وهي دا كتير ناس بتجاهلوه إذا العذراء بتجاهلوها كيف بدك؟ إذن منلخص قيمة سيدتنا مار يوم العذراء هي بيقولها مش بس الكتاب المقدس العقل السليم النية السليمة هي قيمة الأم أولاً والعذراء ثانياً وثانوياً الملك أم الملك الملك الأم مش الإله الأم زي ما فيه بعض بشر يتعلم نحن لازم نختم لحتى نرجع نتابع حديثنا بحلقة مقبلة والله معكم احكي لي يا مريم أسرارك من لونا بالفرحة دين أخبارك احكي لي يا مريم أسرارك من لونا بالفرحة دين أخبارك لك إكرامي حبي تطويبي فلمشد الله قد اختارك أخبارك أحكي لي يا عال حبك لله أحكي لي يا عال حبك لله عن طهر ما صار لأشباهي احكي لي عن قلب الكطيب يغمره رب لا متناهي احكي لي عن قلب الكطيب يغمره رب لا متناهي اشتركوا في القناة